اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيد إبراهيم أهلا وسهلا بكم في صباح كربلا وندعو الله بهذه الليلة العظيمة المباركة أن يقضي حوائجكم وحوائج جميع المسلمين والمسلمات إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله تقبل الله أعمالكم وطاعتكم سيد إبراهيم أهلا ومرحبا بكم في ستوديو صباح كربلا حياكم الله وبياكم الله يبارك بكم نعم نعم تفضلي نعم إذن نبدأ وإياكم سؤالنا فضيلة السيد حول أعمال ليالي القدر المباركة وخاصة هذه الليلة ليلة الثالث والعشرين من ليالي القدر يعني المشهورة في الروايات والأحاديث والتي أكدت عليها روايات أهل البيت عليهم السلام حينما يسألهم الأصحاب عن تأكيد هذه الليلة أو أيها هي ليلة القدر خلينا نتعرف على فضل إحياء هذه الليلة المباركة وعمالها تفضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث الرحمة للعالمين أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم واقعا هذه الليلة التي هي نفح من النفحات الإلهية للعباد ليلة القدر باعتبار أنه من أعظم الليالي عند الله عز وجل ولا يدرك الإنسان العادي فضيلة هذه الليلة لذلك الله عز وجل من باب اللطف الإلهي من باب الحنان الإلهي والرحمة الإلهية جعلها مخفية ما بين ثلاثة الليالي الليلة الأولى التي هي الليلة التاسع عشر تعبر عنها من قبل الفقهاء ليلة القضاء والليلة الثانية الليلة الحادي والعشرون هي ليلة إبران والليلة الثالثة وهي هذه الليلة المباركة التي نحن مقبلون عليها إن شاء الله ونحن في ضيافة أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين هذه الليلة التي لا تقل أهمية ولعل من أهم الليالي هذه الليلة الليلة التي يعبر عنها بالليلة الحتمية هناك جملة من الأعمال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت لا يكادون يتخلون عن استثمار دقيقة أو أي وقت من هذه الليالي المباركة حتى ورد في الخبر أن فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم عليها كانت تنوم الصبية في النهار ولعلها تلهيهم بقطع من الحلوى في الليل حتى يبقوا للصباح في مرحلة وحالة من التعبد والخشوع هناك جملة من العبادات والطقوس الدينية التي تقام في هذه الليالي المباركة هناك أعمال مشتركة وهناك أعمال قد يكون هي مخصصة لهذه الليلة من الضمن الأعمال المشتركة في ليالي القدر الغسل ويستحب أنه يكون في وقت الغروب حتى تكون فيه صلاة العشاء وكذلك يستحب في هذه الليلة زيارة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين صلى الله عليه وسلم وعليها الذي أكد الإمام جعفر الصادق عليه السلام طوبة في مضمون الروايات لمن كان بجنب قبر الإمام الحسين عليه السلام وهناك الصلاة ركعتان التي تحتوي سورة الحمد وسبع مرات سورة الإخلاص ثم بعد الفراغ يقول سبعين مرة أستغفر الله وأتوب إليه هذه على نحو الاشتراك الأعمال المشتركة أما الأعمال المتخصصة في هذه الليلة أنه يستحب الإحياء إلى الفاجر أحسنتم هذا واحد الشيء الثاني من ضمن الاستحبابات قراء صورة الدخان صورة العنكبوت صورة الروم حتى وردت في الروايات الشريفة من قرأ صورة العنكبوت وصورة الروم في هذه الليلة غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنوبه أحسنتم أضافة لذلك دعاء الجوشن الكبير نشر المصاحف وهناك أيضا من ضمن الأعمال إذن أعمال كثيرة فضيلة السيد إبراهيم اليوم والعبد يجب أن يقوم بها ليتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى نعم كل من يطمح ويتمنى أن ينجز كافة هذه الأعمال طيب هل لديكم فضيلة السيد خطة لتقسيم الوقت اليوم للعبد الفقير حتى يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لإداء هذه الأعمال المهمة في هذه الليلة العظيمة حقيقة هذه الأعمال الجمة الكثيرة ربما أنه لا يسعى الوقت أن نستثمره في هذه الأعمال لكن لعله هناك مسألة مهمة جدا أن الله عز وجل لا ينظر إلى الكمية وإنما ينظر إلى الكيفية نعم هذه المسألة تعود إلى طاقة الإنسان على سبيل المثال ليس من طاقة أنه أصلي مثلا مئة ركعة لكن خلي أصلي لفدي يوم عن قضاء ما في ذمتي الإنسان مكلف أمام الله عز وجل ومطلوب للمولى عز وجل فيستحب أنه يكون عنده فدحالة من التوازن ما بين القوة البدنية ليستطيع على أداء هذه الأعمال وما بين التوجه السليم إلى الله عز وجل لأن الله عز وجل يريد أنه القلوب صافية السليمة في هذه الليلة كل هذه الطقوس التي تمارس في هذه الليالي لعله هناك فضيلة أهم منها وهي طلب العلم في هذه الليلة يفترض بنا إنما عنده طاقة الإنسان على التعبود وحتى إذا كان عنده طاقة على التعبود أن يتفكر وأن يدرس روايات أهل البيت وخصوصا في العقيدة لأن هذه الليلة هي موطأة لتصفية القلوب لتهيئة الأمور إلى صاحب العصر والزمان صلى الله عليه السلام عليه ولذلك فاطمة الزهراء صلى الله عليه السلام وليه تقول هل محروم من حرم من خير هذه الليلة نحن اليوم في ضيافة الكريم نحن في ضيافة الرحيم نحن على أجمل مائدة وهي مائدة السماء لذلك تصحيح العقيدة مطلوبة في هذه الليلة طيبة سيد إذا مثلا شخص قد عمل عمل أو عملين من هذه الليلة أنت ذكرت أنه الله سبحانه وتعالى ينظر إلى الكيفية في أداء هذه العبادات طيب هل يعني يكون أنه يطلق عليه هذا محي للليلة إذا كان هذا مثلا عمل فد عمل أو عمليا معينات من ليلة القدر هل أنا أحييت هذه الليلة هل أستطيع أن أقول أنه أنا أحييت هذه الليلة كما يريد الله سبحانه وتعالى نعم لأن الله عز وجل يشتري القليل بالكثير الله عز وجل من رحمته ولطفه يأخذ ولو شيء يسير من العبد ولكن الله عز وجل يطلب التوجه السليم بالقلب السليم هذه الليلة يفترض علينا أول نقطة أنه نفكر هي براءة الذم إلى الآخرين تصحيح العقيدة حتى أنه هذه المنظمة العقائدي إذا صححت وأصبح السليمة هي راح تكون الدافع والمنظمة للسلوكية وطاقة الإنسان حسنتم يعني أنا مثلا أكيد ما علي لازم أنه حقوق أو غصب حقوق أو ظالم شخص وأنا أقف أتعبد في المحراب أمام الله سبحانه وتعالى والناس علي حقوق لا بد أنه أوفي كل ما في ذمتي شكرا جزيلا لكم في طيلة السيد إبراهيم بهية يكل ما تفضلتون به البحث الإسلامي نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم في هذه الليلة المباركة لا تنسونا من خلص دعواتكم شكرا لكم الله يبارك بي شكرا جزيلا لكم في أمان الله إن شاء الله نسأل الله الإجابة إذن نسأل الله تعالى بحق هذه الليلة العظيمة أن يقضي حوائجنا وحوائج جميع المسلمين والمسلمات مشاهدين الكرام قبل ما ننتقل إلى نشرة أخبار الطقس مع الزملاء خلونا نتوقف مع فاصل قصير ثم لنا عودة ترجمة نانسي قنقر